صاحبنا بوتين خاد صديقه وزير الدفاع رمز القوات المسلحة الروسية شويجو اللي هو سيرجي شويجو وطلقوا على غابات سايبيريا بيدوا رسالة لأمريكا والغرب وكلامكم مش فارق معنا رسالة بليغة صور بليغة لبوتين ووزير الدفاع شويجو وهم بيتجولوا وبيتفسحوا بيمضوا عطلة ناية الأسبوع في غابات سايبيريا وبوتين سايق مجنزرة وماشي وبيشربوا شاي مع بعضوا قاعدين وكأنه بيخرج بوتين بيخرج لسانه للأمريكان والبيدن والأوروبيين بيقول لهم توز فيكم ده خلاصة الصورة اللي قدامنا ده مين اللي سايق المجنزرة ده بوتين قدامكم ده بعد الرجل ما قال له انت قاتل وانت وانت وحق الإنسان وعمل له فراشه الملاية ده ما ردش عليه قال له يا عم ربنا ديك الصحة خد بعضه خد وزير دفاعه وزير دفاعه تارف يعمل ايه؟ عنده هواية عمل الحيرة في اليدوية قعدوا تفرقه هما لتين اهو ده مجنزرة ده رد بليغة يا جماعة الروسي وانا شايف انه الدب الروسي بيافيق وياستفيق الان وطبعا الخارجية الصينية قالت انتو بتفضوا علينا على العقوبات للتحاد أوروبي احنا كمان هنفرض عليكم عقوبات هذه العقوبات على عشر أفراد وأربع كيانات أوروبية اللي هم مسؤولين عن حقوق الإنسان وغيره يلا بقى تبقى معركة وكل واحد في نقدر على حاجة يعملها خارجية الروسية قالت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تقترب من الانهيار ووزير خارجية الأمريكي قال عضويتنا كمراقب في مجلس حول الإنسان واحنا هنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ونحمي حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا في جميع أنحاء العالم في تغريدة قالها نائب رئيس الاتحاد الأوروبي قال ان احنا ناخد مجموعة عقوبات على الصين وعلى روسيا وعلى كوريا وعلى ليبيا وعلى جنوب السودان وعلى أريتريا لأنه في مجموعة شخصيات بتقوم ضد حقوق الإنسان فاحنا نعمل عليهم عقوبات هذا الأوروبي عنده اجتماع يوم الخميس قمة أوروبية هنشوف ونتابع معا ماذا سدور في هذه القمة